احنا بنحاول نتكلم من صديق العزيز أشرف صبح وزير شابور رياضة فيه يعني حد رد عنه بقوله هو عامل الاجتماع وقاعد في الوزارة 24 ساعة حتى ما بيردش على مبايل والشخص لكن اللي احنا عرفناه من مصادرنا دلوقتي انه عمل تغييرات والتغييرات دي هتعلن غدا في صحف الغد منها تعيين احمد الشيخ وكيل وزارة المكتب الفني للوزير بدلا من اسماعيل الفار وايضا تامر عبد العظيم مدير اللي المكتب الفني بدأ من محمد الكردي وفيه تغييرات اخرى هنقولكو عليه يعني هو بيحاول ينظف برضو تراث خالد عبد العزيز اللي اتهمه مستشار مرطان منصور بانه هو كان له تسجيلات فاضحة ابريد اتكلم مع محمد صلاح وتكلم عن طبعا انا لا يمكن اتصور انه فريق يسكن بعيد 5000 كيلو عن الاستاد هيجي ده هيجي فرخة دايخة زي ما انا قلت كده بيزحفوا على بطنهم يعني اتكلم عن محمد صلاح وانا عايز اقف هنا لحظة عند حكاية رئيس الشيشان انا كده فجئت باحد الاعلامين الكبار اللي انا بحترمه وانا قاعد على فراش المرض لقيته بيهلل بيقول ايه ده احنا رحنا بلد مسلم بتاع رئيس الشيشان واتحد يقول اختار الشيشان عشان بلد مسلم نهار ده ابريد ابي ايه بيقول مش بس كده بيقول كمان عشان ايه لما اللعيبة كده يطلعوا يشوفوا الجوامع والحاجات يا نهاري سوى يا ليه لغبرة في نفس الوقت هو متناقض ابريد ايه يقول لك احنا ما نجدع بالسياسة والرياضة اه بالله بالله والله العظيم ما ليك دعوا بالرياضة ده انا يا وصق ما ليك دعوا بالسياسة والدين ده انت لغبط الدنيا ده انت لو انا بحلل كلامك والله العظيم يا اما جاهل يا اما لو انت وعي احكمك لان انت عنصوري جدا هنا عنصوري جدا ده انت افضع من السلفيين والاخوان يا ابريد اولا فكرة ان انت تبعت محمد صراحي يعني محمد صراحي صعبان عليها قوي لانه ما كانش يعرف ان رئيس الشيشان محتوط على قائمة مجرم الحرب وانه كل منظمات حوي الانسان العالمية باتهمها بانه مجرم حرب تاني حاجة فعلا الرياضة لا علاقة لها بالسياسة والدين اغمانيها برضو الرياضة قوة نعمة يعني سياسة يعني لازم تبقى فاهم ده يعني انت لو قريت كتاب ارستو في فن الحكم هتعرف انه الرياضة دي كانت جزء من حكم الرعية بس طبعا بريد عمره ما ارى اكتاب لا ارستو في حياته ممكن معرفش مين ارستو اساسي لا هو ولا اتحاد الكورة بتاعه ولا الاعلام الرياضي يعني ادعي ان انا بفهم في الرياضة بس انا مش متخصف مش نقد الرياضة انه وظيفتك صحفي تخليني لازم افهم شيئع من كل شيء فقالك هو انه ما يعرفش يعني ده مدير اعمال محمد صراحي اللي قال له بعدين قال له ده الصحف الانجليزية مقلوبة عليك هتولي يا جماعة الصحف الانجليزية ايه لعلى محمد صراحي عشان انت حطيت ايدك في ايد مجرم حرب الغرب كله امريكا والصحافة العالمية والعامل العالمي بينتقدوا لانه ارتكب مجازر جمعية وراجل فاسد وراجل مستبز ومسمينه الدكتاتور الاحمر رمضان ده اهو فانا دلوقتي رقم واحد يا بريدة انت كان لازم تفهم مين ده كان لازم لو انت عندك قدر احد ادنى من الثقافة والمتابعة السياسية بدل ما تروح تحضر الحفلات بالليل حد يجيب لك الصحف العالمية ايلا ايه عنك وعن لعبينا وعن منتخبنا وعن مصر حد يجيب لك تقرير كده فانت تبقى فاه انما انت هتجيبه من اين انت ميح يا ابا ما حدش قالك ان رئيس شوشان ده مجرم حرب تاني حاجة انا بقى الاعلامي اللي طلع قالك ده جامع وده مسلمين يا ليلة غبرة انتوا هتدخلوا التطرف في الرياضة قال لا اوما لا سيبت ايه لمحمد الشحات وعب مقصود واسمه ايه اسمه ايه مخيون والاخوان الارهابية انت ايه دخلك في الليلة دي وتروح الشيشان ليه وتروح المعسكر بعيد خمس تلاف ليه وليه تقول مسلم وليه تقول جامع من اساسه احنا بنلعب كورة وبعده ده انتفلت شيوعي اساسا تسعين في المئة منه ملحدين ليه تعمل عنصرية وفتنة طائفية ده انت ممكن تتحاكم من الفيفا بالعنصرية والله العظيم يعني لو حد الصبح كده من اللي بيترجموا كلامك بعت للفيفا انك انت جبت السيرة مسلم او جامع من بكرة مفيش انتحاد كورة في مصر تتحاكم بتهمة العنصرية وسهل قوي